تستعين على حصن الظن؟ أذكر ربنا كتير ليه؟ أصلاً أنا ما قلت لكش بقية الحديث إيه بقية الحديث؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء اسمع بقية الحديث وأنا معه إذا ذكرني كأن وأنا معه إذا ذكرني لو ذكرني حيحصن الظن أبقى معاه تجيب حصن الظن بإيه؟ أول حاجة أذكر ربنا كتير تاني حاجة اكتب الحديث وعلقه في قطك يا أخي وكل ما الهموم يا ناس يا مهمومين يا ستات يا بنات يا شباب أنا والله ما جاي أقول لكم كلام عاطفي وأنهي على كده وأبقى عندكم مشاكل مادية بالعكس أنا بديك قوة تصحصحك وتعينك إنك تتخرك وتنجح البرنامج ده مش لتخدير الناس اللي عندها مشاكل بالعكس ده أنا بقولك أنت حتبقى قوي أكتر عقلك بدل ما هو مليان مبيدات وزي ما قلت لك تعبان حيبقى محلول صافي تفكر أحسن وتحل مشاكلك أحسن بحسن الظن شفت العبادة في الإسلام مش مخدر العبادة للنجاح العبادة للتفوق العبادة للاستعانة على مشاكلك المادية يبقى ها إزاي يجيب حسن الظن ذكر تعلق الحديث حاجة تالتة وأخيرة عايز تحسن الظن بالله افتكر عمل معك إيه في الماضي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له علشان كان خايف إن الوحي ينقطع صورة الضحة ألم يجدك يتيما فقاوة فكر الماضي أنا عملت معك كتير كأني بقول لكو أنتو كمان يا جماعة عايز يبقى عندك حسن ظن افتكر عمل معك إيه زمان طالما عمل معك كده زمان ليه ما تكملش كمل أنت كويس معه وهو يكمل معاك خلي عندك حسن ظن ألم يجدك يتيما فقاوة ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فقاوة اللي عمل معك كده في الماضي كل ما تخاف من المستقبل افتكر حسن الظن طب أكرمني إزاي قبل كده يبقى يكمل إن شاء الله فات من عمرك قد إيه يكمل معك الباقي دون حسن الظن بالله ها ظنك إيه بقى من النهاردة حيجيب دعائك يلا دعي إن شاء الله يستجيب دعائك وخلي عندك ظن وللصائم عند فطره دعوة لا ترد ها ظنك بيه إيه حيشغلك بس خد خطوة ظنك بيه إيه هيجوزني إن شاء الله ويبعتلي شاب كويس ويسعدني ظنك بيه إيه آه هنجح إن شاء الله وححج السنة دي حسن الظن بالله أول حاجة لا للقلق خلاص علامة ممنوع ممنوع القلق بحسن الظن بالله